وزير المالية الدكتور محمد معيط يزف بشرة صارة لأصحاب المعاشات أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك من موقع أخبار اليوم وتحديدا يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022 محمد معيط وزير المالية يعلن عن خبر صار يسعد جميع أصحاب المعاشات التفاصيل قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تدرس حاليا زيادة المعاشات وسيتم عرض الأمر على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قريبا مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة ستصل إلى 2 تريليون جنيه بينما تصل نسبة عجز الموازنة إلى 6.13% كما أضاف محمد معيط خلال لقاءه ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صد البلد ربنا كرمنا وانخفض عجز الموازنة سنويا تقريبا تم تخفيض العجز للنصف الذي كان يبلغ 12.5% منذ 6 سنوات لفتا إلى أن حجم الدين انخفض إلى 87.5% قبل أزمة كورونا مؤكدا إن الدولة استمرت في تنفيذ المشروعات في ظل الجائحة وحول ما يتردد من قبل البعض بشأن الاقتراض قال وزير المالية اقتراضنا عشان مشروع الغاز الطبيعي يكمل ومن أجل تقليل استراضه وتوفير العملية الصعبة ومن أمثلة المشروعات الأخرى تبطين اضطراع للحفاظ على المياه والتحول للري بالتنقيط وتنفيذا لمشروعات تحليات مياه البحر يعني بنقترض علشان نقطة المياه في ظل أزمة سد النهضة بيجري وبنعمل تنمية وبنخلق فرص عمل مضيفا الدولة تستصلح الأراضي كي لا تكون تحت رحمة أحد بالنسبة لاستراض القمح حينما تحدث أزمة مثل جائحة فيروس كورونا واختتم حديثه قائلا جرينا بأقصى سرعة احنا ماشيين بطريقة سليمة وأمنة على بلدنا وبنشارك المواطنين تحديات الدولة التي تعيش في منطقة مضطربة وتحافظ على أمنها القومي كي يعيش شعبها بأمن وسلام الأمن نعمة لها ثمن مش مصدقني بص صحة وليك بتمنى لو عجبك الفيديو تشترك في القناة واتفعل زر الجرس علشان يصلك كل ما هو جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك شكرا لكم على حسن المتابعة وتمنى لكم يوما سعيدا إلى اللقاء